نبتدي إن شاء الله يوم السبت بعد ما نتطمن على وصول منتخبنا الوطني بإذن الله لنهائي بطولة أمم إفريقيا هكذا نتمنيها طبعاً دي لقطات من مغادرة الفريق النهاردة محمد ماجدي أفشا نشكر كارلوس كيروش أنه لم يختار محمد ماجدي أفشا يعني واحد كان الحقيقة بيهجم الرجل في ملوات على عدم اختياره الأفشا لأنه في مركزه يعتبر أنا في ظني دي وجهة نظر ونختلف بقى في موضوع وجهات النظر وجهات النظر دايماً نسبية تقبلها تختلف معها ترفضها دي حاجة ترجع لك لكن هو أفضل لعب في المركز ده في مصر حالياً يعني لكن الحمد لله رب ضرة النفعة الزهيبة بيقوله محمد ماجدي أفشا أعتقد عنصر هيكون مهم جداً وأساسي جداً مع سكواد الفريق في كاس العالم حتى محمد محمود المصاب برضو ميستر بيتسو موسيماني أثار أنه يكون موجود مع قيمة الفريق اللي هتسافر إن شاء الله بإذن الله كل المصابين يعني يتم تجهزهم محدش عارف الفرصة ممكن تيجي المين ودينا شوفنا اللي قلنا مثلاً على محمد عبد المنعم كنا متخوفين من مشاركته ولد صغير ما فيش خبرة دولية بطولة صعبة مطشاط كبيرة ظهر في أول ما ظهر كد في ورول مغرب فالك الولد حقيقة قبلة بلاء حسناً فما حدش عارف يمكن تكون فرصة لكتير من اللعيبة إنها تظهر في بطولة مهمة جداً وجامهرية طبعاً في المقام الأول زي بطولة كاس العالم الأندية هنرجع مع حضراتكم نتواصل وفقراتنا ممتدة في السادسة بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نستقبل سيزار دل جادو نجم طبعاً مونتريل مكسيكي مرة تانية معنا في السادسة ترجمة نانسي قنقر